موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العناوين رئيس الجمهورية جرى اتصالا هاتفيا بمحافظة مأرب للاطلاع على العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات موسيقى رئيس الوزراء وجهه بإيجاد حلول للكهرباء في حضر موت ويزير مطار ريان وكلية الشرطة والبرامج الوطني للتعامل مع الألغام موسيقى قوات الجيش الوطني تكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في جباتي المجح والمخدرة غرب محافظة مأرب موسيقى من العناوين إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبدالربو منصر هدي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى حسين وناصر ومحمد الحيد بوفاة والدهم العميد محمد حسين الحيد وأشار فخامة الرئيس إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته العملية في مختلف المواقع العسكرية التي شغلها وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث فخامة الرئيس عبدالربو منصر هدي رئيس الجمهورية برقية عزاء المواساة في وفاة أحمد علي شرفان وأشار فخامة الرئيس برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أجرى فخامة الرئيس عبدالربو منصر هدي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة مأربا لواء سلطان العرادة للإطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوذها أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات وأشاد الرئيس الجمهورية بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العزة والكرامة والدفاع ببسالة عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني في مواجهة قوة تمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية الإيرانية تجاه شعبنا ووطننا وهويتنا وأكد فخامة الرئيس أن تضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتتالية على الميليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز لكافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد محملا المحافظة العرادة نقل تحياته إلى كافة المقاتلين الأبطال في مختلف المواقع وجبهات البطولة والشرف من جانبه عبر محافظ مأرب عن امتنانه لمتابعة واهتمام فخامة الرئيس لسير العمليات العسكرية وتطورات الأوضاع على الساحة مؤكدا وقوف الجميع صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية مشيرا إلى أن المعنويات العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الجبهات وقدم محافظ مأرب شرحا واف لسير العمليات العسكرية في مختلف خطوط التماسة مثمنا دور الأشقاء في التحالف العربي في هذا الصداد بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق روكن علي محسن صالح برقية عزان مواساة في وفاة مدير الأمن السياسي بمحافظة أبيان العميد الصالح عمر سودان الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن وأشار نائب رئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العملية والأمنية معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أشهد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بجهود البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في نزع وتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها وأعرب خلال زيارته للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في حضرمونت عن تقدير كل المواطنين اليمنيين للدور الذي تقوم به فرق نزع الألغام لنزع بذور الموت لافتا إلى الكارثة التي تعيشها اليمن جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة في كل المناطق التي وصلت إليها ولفت رئيس الوزراء إلى دور البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في حضرموت في العمل على نزع الألغام في أكثر من محافظة مقدمنا التقدير لكل العاملين في نزع الألغام الذين يحملون الموت على أكفهم من أجل تأمين المواطنين وأقدم مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في حضرموت العميد صالح هيثم شرحا حول العمل وإسهامات الفرع في نزع الألغام في محافظات مختلفة وما حققه من إنجازات حتى الآن إلى ذلك زر رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مطار الضيان الدولي بالمكلة واطلع على سير العمل في المطار بعد إعادة تشغيله وتفقد رئيس الوزراء مكاتب وصالات المطار المختلفة والأجهزة الفنية والأمنية الحديثة التي تم تزويده بها وقدم مدير عام المطار لمهندس أنيس باسويطين شرحا حول سير العمل عقب تشغيل المطار للرحلات الداخلية والخطط الجارية لتسير رحلات دولية من المطار ابتداء من الشهر القادم رفق رئيس الوزراء ووزراء الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبح والأشغال العامة والطرق مانع بن يمين والتربية والتعليم دكتور طارق العكبري ومحافظة حضر موت قاعد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فارش سالمين البحسني ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عوض باحارثة وجه رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك الوزارات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضر موت بإيجاد حلول غير تقليدية ومستدامة لحل الإشكاليات القائمة في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء بما في ذلك إن شاء محطات جديدة تعمل بالغاز وعرب رئيس الوزراء لدى ترأسه في مدينة المكلة اجتماعا لقيادات المكتب التنفيذي ومدراء المدريات بمحافظة حضر موت عن تفاهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية مشيرا إلى أن هذه التحديات المتراكمة منذ عشر سنوات لا يمكن حلها دفعة واحدة أو بطرق تقليدية وأن ذلك يحتاج إلى تغيير طريقة الإدارة والتفكير بآليات مختلفة وشدد على ضررة استغلال الموارد المتاحة بكفاءة واختيار المشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين العاجلة وذلك وفق مبدأ الأولويات العمل بشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية على تنفيذها وقال نحن كحكومة مهمتنا خدمة المواطن ولسنا مفصولين أو بعيدين عن معاناتهم ونعمل جاهدين بالشراكة مع السلطات المحلية على كل ما يسهم في تخفيف معاناتهم وفق الإمكانيات المتاحة وليس باستغلال معانات الناس للمزايدات السياسية وألفت دكتور معين عبد الملك إلى أن الاستمرار في التعامل مع ملف الكهرباء بطريقة لن ينتج إلا حلولا ترقعية وسيظل هذا القطاع ثقبا أسود يبتلع كل الإرادات وبطريقة غير مجدية موضحا أن هناك فرصة لإصلاح الوضع بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز وبناء شراكات مع القطاع الخاص خاصة في حضر موت في هذا المجال إضافة إلى إدخال القطاع الخاص في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتحديدا في تجمعات السكانية البعيدة عن الشبكات وقال منحة الوقود المقدمة من الأشقاء في المملكة هي إحدى الحلول العاجلة التي ستسهم في تحسين خدمة الكهرباء واستقرارها خلال الصيف المضي في تنفيذ محطة كهرباء لحضر موت بالغاز بقدرة 100 ميجا لضمان كلفة منخفضة للطاقة وفقا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية وعداد برنامج تنفيذي لذلك بالشراكة بين بطر ومسيلة بتمويل حكومي والمحافظة والقطاع الخاص واستمع رئيس الوزراء من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمدريات إلى مداخلات حول الأولويات والتحديات القائمة وفي مقدمتها الكهرباء والصحة ومعالجة المشاريع المتعثرة إضافة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار وأكد رئيس الوزراء أن كل ما طرح في الاجتماع من مشاكل تحظى باهتمام الحكومة وستعمل وفق الإمكانات المتاحة على معالجتها بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مشيرا إلى أن ما أنفقت الحكومة لمعالجة عدد من قضاء الخدمات في حضرموت ولفت إلى أن زيارة الحكومة للمحافظات المحررة ابتداء من حضرموت يهدف إلى الاطلاع عن قرب على هموم ومعاناة الناس والبحث مع قيادة السلطة المحلية والتنفيذية على طريقة أو عن طريقة لإدارة المرحلة أو معالجة التحديات وتلبية مطالب المواطنين بشكل عملي بحسب الأولويات وكان محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ألقى كلمة في مستهل الاجتماع أكد فيها على التعاون بين الحكومة والسلطة المحلية والتفكير في معالجة الموضوعات التي تخص المواطنين في الخدمات وقال نحن السلطة ولسنا معارضة وعلينا مساعدة الحكومة لحل المشكلات وقدم الشكر لرئيس الوزراء على تفاعله الدائم مع قضايا ومشاكل حضرموت وتشريفه بهذه الزيارة للاطلاع على جهود السلطة المحلية وملامسة هموم المواطنين حضر الاجتماع وزراء المالية سالم بن مريك والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح والكرباء الطاقة والكرشات والتربية والتعليم الدكتور طارق العكبري ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عوض باحارثة قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد المالك بزيارة إلى كلية الشرطة بحضرموت حيث اطلع على سير التدريب والتأهيل والمخرجات النوعية لهذه الكلية لرفض الوحدات الأمنية بالكوادل المؤهلة والمدربة وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مقر الكلية بمنطقة الريان عميد الكلية العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي وقيادات وضباط وصف وطلاب الكلية الذين اصطفوا لتحيته والمرافقين لها واطاف رئيس الوزراء بأقسام الكلية واطلع على سير برامج تدريب والتأهيل وأكد المنشآت والمرافق الجديدة التي تم إنشاؤها والتي قيد الإنشاء بالكلية واعتبر الدكتور معين عبد المالك قرار فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء كلية الشرطة في حضرموت قرارا تاريخيا نظرا لأهمية هذا الصرح الأكاديمي الذي يجب أن نفخر به جميعا لإعداد ضباط شرطة على مستوى عالم من الكفاءة والقدرة على أداء المهام الموكلة لهم في الجوانب الأمنية معربا عن تطلعه أن تكون كلية الشرطة بحضرموت نموذجا لكل كليات في اليمن وأكد رئيس الوزراء على الدور الكبير لكوادر الكلية في إعداد القيادات الأمنية التي تعد الأكثر احتكاكا بالمواطن وما يجب أن تكون عليه في قدر كبير من المسؤولية مشيرا إلى الدور المعول على مخرجاتها في مكافحة الإرهاب وضباط وضبط الأمن والاستقرار هذا وخاطب رئيس الوزراء قيادة الكلية ومنتسبيها قائلا دوركم كبير ومهم في ظل هذه الظروف والفرصة التي أعطاها فخامة الرئيس لحضرموت يجب استغلالها جيدا وأن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة الوطن والمواطنين وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لكلية الشرطة بحضرموت بما في ذلك استكمال إنجاز باقية الأعمال الإنشائية وفق المخططات المعدة والاهتمام بتطوير برامج التدريب والتأهيل مشيرا إلى أن هذه الكلية أصبحت مركز أشعاع وتنوير وصرح علمي يعنى بتأهيل الضباط لتلبية احتياجات الوحدات الأمنية ومراكزها ليس لحضرموت فقط وإنما للمحافظات الأخرى وقدمت عمادة الكلية عرضا توضيحيا شاملا منذ إنشاء وافتتاح كلية الشرطة بحضرموت بناء على قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبد الرب منصور هادي رقم 18 لعام 2000 وتخريج أول دفعة من الكلية لعدد 139 والدفعات اليديدة الدارسة حاليا مشيرين إلى آلية القبول وأعداد الطلاب في الجوانب التدريب والتأهيل والتزود بالعلوم والمعارف الشرطوية والقانونية وفق المواصفات والمعايير العالمية لكليات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي وتضمن العرض سير إنجاز المشاريع الإنشائية المتبقية للكلية وسير العمل فيها والاحتياجات القائمة وعبر عميد وقيادات الكلية عن تقديرهم لزيارة رئيس الوزراء وما أبداه من استعداد لدعم هذا الصرح العلمي إلى ذلك طلع رئيس الوزراء على سير العمل في إنجاز مباني المرحلة الثانية بالمدرسة القتالية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية وما تقدمه المدرسة القتالية من دورات متخصصة للتأهيل كما زر رئيس الوزراء المستشفى العسكرية الميداني بمنطقة الريان وتعرف من الكوادر الطبية العاملة فيها على الخدمات التي يقدمها والطاقة الاستيعابية رافق رئيس الوزراء ووزراء الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيب بحوال أشغال العامة والطرق مانع بن يمين والتربية والتعليم طارق العكبري ومحافظ حضر موت خائد المنطقة العسكرية الثانية اللوان روكفرج سالمين البحسني ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عوض باحارثة وعدد من المسؤولين وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في منطقة خلف بمدينة المكلة في محافظة حضر موت حجر الأساس لمشروع البرج الطبي للمستشفى العسكري واستمع رئيس الوزراء معه محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللوى فرج البحسني من القائمين على المشروع الذي سيقام على مساحة أكثر من خمسة آلاف متر مربع إلى شرح عن مكوناته والمراحل المتوقع لإنجازه مؤكدين أن هذا المستشفى سيكون نوعيا ويقدم خدمات نوعية في تخصصات مختلفة وحتى رئيس الوزراء القائمين على المشروع إنجازه في الوقت المحدد والتقيد بالمواصفات الإنشائية مشيرا إلى أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية لخدمة المواطنين إلى ذلك طلع رئيس الوزراء على المراحل التي تم إنجازها في مشروع مجمع نادي الضباط بمنطقة خلف في المكلة وتبرغ المساحة الإجمالية للمشروع ثلاثمائة ألف وخمسة وأربعين متر مربع ويتكون من فندق صالات الأفراح ونادي الضباط ومركز رجال الأعمال ومطعم وكافترية واستمع رئيس الوزراء من المهندسي المشروع إلى الأعمال المنفذة ونسبة الإنجاز والمدد الزمنية المتوقعة لاستكمال التنفيذ وأشار الدكتور معين عبد الملك بأهمية مثل هذه المشاريع في تنشيط الجانب السياحي بمحافظة حضر موت لافتا إلى أهمية التسريع بالإنجاز وفقا للبرامج المعد ودراسات الفنية للمشروع معربا عن تطلعه بأن يرى هذا المشروع النور قريبا وتفقد رئيس الوزراء عمل الترميم الجارية في المستشفى العسكري بالمنطقة الثانية والسمع إلى شرح حول التجهيزات الجارية لعادة تشغيل المستشفى رافق رئيس الوزراء وزراء الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح والأشغال العامة والطرق مانع بن يمين والتربية والتعليم طارق العكبري ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندسة نيس عوض بحارثة وعدد من المسؤولين أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر لرياني أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية دفعوا بكافة إمكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد ميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة جبهات القتال وفي محافظة مأرب خصوصا في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة وأوضح معمر لرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب الشجعان يخوضون بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية منذ ستة أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية مشيرا إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني وانكسارها لا سمح الله انتكاسة للأمة العربية جمعا ودعا لرياني الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن ودفعها ميليشيات الحوثي لتصعيد وطيرة العمليات العسكرية في مأرب وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام والتي أدت إلى استمرار شلال الدم وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين تمكنت قوات الجيش من دحر ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران من مواقع مهمة في جباة المجح في الأطراف الغربية لمحافظة مارب وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل شنت هجوما عقسيا تمكنت خلالهم الدحر ميليشيات الحوثي من مواقع استراتيجية في جباة المجح وأجبارها على الفرار موضحا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتل وجرح في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير عربات تابعة لها ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطرقت الميليشيات الحوثية وفي جباة الكسارة أحبطت قوات جيش هجوما للميليشيات الحوثية وأجبرتها على التراجع بعد تخبيدها قتل وجرح في صفوفها بالتزام أن استهدفت مدفعية الجيش تعزات للميليشيات في الجبهة ذاتها مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها ومصرع كل من كان على متنها نقول لكل إنسان عائش مظلوم تحت صيدرة الحوثي أو في المناطق التي يصيدر عليها الحوثي ابشروا إن شاء الله فنحن قادمون نحن لا ندافع عن مارب وليست غايتنا أدفاع عن مارب نحن ندافع عن كرامة وعزة وشرف كل إنسان يمني حر في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل سوف تكون وجهتنا صنعة وكذلك تحرير كل شب من هذه البلاد الطيبة ومن هذه التربة الطاهرة نحن لا نقاتل أو نحارب مليشيات الحوثي فقط لأنهم ليسوا شيء ولكن نحن نحارب المشروع الإيراني المشروع الشيعي الذي يريد هد وتدمير الوطن العربي بل ودين الإسلام أيضا فإن شاء الله نحن سنقف في وجه هذا المشروع وسيذكر التاريخ وسيذكر العرب أننا نقاتل بالنيابة عن العرب بشكل عام نحن في يوم 26 أربعة في جبهة الكسارة التي كسرت رؤوس المليشيات فوالله لن ينالوها ولن ينالوا من اليمن شبرا واحدا فنقول لهم انزلوا ولن ترجعوا إلى صناديق ولن ترجعوا إلا أشلاء والله الحمد لله المعنوية عالية بفضل الله ثم الرجال الصادقين المقاتلين والعدو والله خسائر خسائر لم نراها من قبل والله نرسل رسالة للحوثيين والآباء وأمهات الذين يرسلون أبنائهم إلى المحرقة نقول لهم مارب يعني محرقة وننصح كل أب وكل حوثي أن يعني أن يحافظوا على أبنائهم وعلى أخوانهم نقول لهم والله نحن ثابتون ثبوت الجبال والله لو لم يبقى إلا هذه الحجارة لقاتلناهم بها ونقول الحوثيين مرارا وتكرارا من ثقل عليه رأسه فلينزل مارب ونحن سنخفف عنه ذلك الحمد نفذت قوات الجيش الوطني كمينا محكمة لمجموعة من الميليشيات الحوثية في جبهة المخدرة مما أسفر عن مصرع عشرة من عناصر الميليشيات بينهم قيادي ميداني فيما لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرين بنيران أبطال الجيش والمقاومة في جبهة جبل مراد في غضون ذلك شنت مقاتلة التحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في الأطراف الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتد العسكري تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المشتركة ميليشيات الحوثي الانقلابية في الضالع وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع نقلا عن مصادر عسكرية إن معارك عنيفة اندلعت في قطاع ببغلق والفاخر شمال غربي الضالع بعدها محاولات تسلل نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية وعضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما على مواقع قوات الجيش في تبة المقاتل وتباب السود بقطاع ببغلق وقطاع صبة الجب والفاخر وبتار ودارت على إثرهما معارك عنيفة أسفرت عن تكبيد الميليشي الانقلابية خسائر كبيرة وأشارت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم وكبدت الميليشي هذه الخسائر شهدت جبهة حيس اجتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي وأفاد المركز الإعلامي لقوات العمالقة في الساحل الغربي أنه تم رصد تحركات للميليشيا والدفع بالعشرات من عناصرها صوب خطوط التماس شرق مدينة حيس بمحافظة الحديدة وسرعان ما تم تعامل معها بنجاح مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة اجتبكت مع عناصر الميليشيات واجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم مشيرا إلى أن كل تحركات الميليشيات من جهتي الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة مرصودة بدقة ولن تحقق أي هدف استهدفت القوات المشتركة ثقنات وأوكارا وأهدافا متحركة للميليشيا الحوثية في جبهة الدريهمي جنوب الحديدة وذلك ردا على استخدامها السلاح الدبابات في قص قرية مقتضة بالسكان كادت تؤدي بحياة عشرات الأطفال وأفاد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة استخدمت السلاح المناسب والفعال في دك ثقنات حوثية فضلا عن أهداف متحركة مؤكدا أن القصف حقق إصابات مباشرة موقعا خسائر بشرية ومادية في الصفوف الميليشيا الإجرامية إشاروا إلى أن نحو عشرين طفلا من أهالي قرية الممدرة في وادي رمان جنوب غربي مدينة الدريهمي نجوا بعجوبة جراء قص حوثي بسلاح الدبابات أكدت مصادر محلية أن قذيفتين سقطتا بالقرب من ساحة يلعب فيها الأطفال لكنهما لم تنفجر أكد العقيد عبد البسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز استمرار أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحقيق الانتصارات في مديرية مقبنة غربية المحافظة وقال البحر أن الأبطال في الجيش الوطني واصلون التواغل في مديرية مقبنة حتى الوصول إلى تحرير منطقة الكامب مركز المديرية مشيرا إلى أن الجيش الوطني لم يعد يفصله عن مركز المديرية سوى بضع كيلومترات أضاف بأن الجيش تمكن حتى الآن من تحرير حوالي سبعة عزل في المديرية مؤكدا استمرار الأعمال القتالية في المديرية حتى تطهير وتصفية جميع جيوب الميليشيات فيها وبحسب البحر فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على طرق المواصلات وخطوط الإمداد والوديان والقرى المتاخمة لمنطقتين المطاحن ورحنق الاستراتيجيتين وأشاد البحر بالأبطال في الجيش الوطني الذين يحققون الانتصارات الكبيرة على عناصر الميليشيات الحوثية بمختلف يبهات القتال في الريف الغربي للمحافظة في هذا الشهر المبارك مؤكدا استمرار المعارك حتى استكمال تحرير تعز وكسر الحصار وفتح جميع المعابر مشيرا إلى المعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في قمة وفي أعلى درجات الجاهزية وفي إرادة قتالية متحفزة وعالية لاستكمال التحرير وتطهير لليمن من هذه العصابة الباغية والمجرمة شيع بمدينة مأرب جثمان الشهيد الواء الدكتور عبدالله الحاضري رئيس النيابات العسكرية رئيس دائرة القضاء العسكرية القاضي الواء عبدالله الحاضري الذي يستشهد وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن الشرعية الدستورية والثوابت والمكتسبات الوطنية ضد مريش الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا وحمل جثمان الشهيد الحاضري على أكفي حارس الشرف ملفوفا بالعالم الجمهوري إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب في موكب جنائزيا تقدمه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشاركة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز وكيل وزارة الداخلية الواء الركن محمد بن عبود وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية ومشاركة جموع من أقارب الشهيد ومحبيه ورفقاء السلاح وخلال مراسم التشيع شهاد رئيس وهيئة الأركان العامة بمناقب شهيد البطل وأدواره النضالية التي جسدها خلال مسيرته العسكرية والقضائية حتى نال الشهادة وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره وقال الفريق بن عزيز إن اللواء الدكتور عبدالله الحاضري كان رجلا مقداما قدم حياته من أجل أن ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والحرية والكرامة ومن أجل الحفاظ على الهوية اليمنية العربية الأصيلة وأكد رئيس الأركان أن دماء الشهيد الحاضري ومن سابقه من الشهداء الأبرار قدمت من أجل هدف اليمنيين الكبير وهو اليمن وليس من أجل شخص أو سلالة أو فئة ضالة مضلة مؤكدا أن هذه التضحيات الكبيرة لن تزيد الجيش الوطني وأبناء اليمن إلا عزيمة وإصرارا على المضي في المعركة المقدسة حتى تحقيق النصر وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن ككل بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله الشهيد اللواء الدكتور القاضي عبد الله الحاضري عليه رحمة الله هذا الرجل الذي نذر حياته وفكره وقلمه ودفاعا عن اليمن عن الأمة عن كرامتها لم يقبل بالسلالة منذ أول يوم بل قاومها في مهدها وشارك في حروبها منذ العام 2004 قاوم في المحاكم وقاوم في الجبهات وارتق شهيدا رحمه الله وأسكنهم فسيح جنات عزائنا في هؤلاء أنهم وقود النصر لليمن نحن في مأرب في الجيش وأبناء القبائل والمقاومة ندافع عن الأمة بأكملها نقاوم المشروع الكهنوتي الإمامي البغيض ندافع عن الأمة دفاعا عن اليمن دفاعا عن الهوية العربية دفاعا عن الأمة الإسلامية ضد المشروع الإيراني الفارسي المجوسي الرافضي الذي يريد أن يكون شوكة في خاصرة الأمة حزاؤنا فيهم أنهم شهداء هي رسالة للداخل والخارج أن قادتنا يتقدمون الصفوف ليس كأولئك الذين يموتون كمدم في الكهوف هؤلاء هم قدوتنا وبهم إن شاء الله سننتصر وستحقوا لمن ما تريد نترحم على روح الشهيد القايد الفندم عبد الله محمد الحاضري حيث أنه سطر أروع أروع مثال في التضحية بالرغم من أنه كان عمله مدير الدائرة إلا أنه ضحب روحه لأنه كان يحمل مبدأ ويحمل مشروع سطر أروع عنواع البطولات والتضحيات ودفع بالكل وشجع وحث الروح المعنوية لدى المقاتلين ولدى الناس كلهم إن شاء الله نحن سايرون بإذن الله على دربه بإذن الله الكل ساير على دربه نحن في مشروع جهاد في مشروع قتال هذه الشلة الفاسدة هذه الشلة الضالة وفي الأخير نترحم على روحه الطاهرة رحمة الله عليه وكما قلنا يعني موته فاجعة وخسارة كبيرة للوطن وللبلاد وللدائرة بشكل عام عن دائرة القضاء العسكري نحن اليوم في جنازة تشريع اللواء العبدالله الحاضري المدير دائرة القضاء العسكري الذي تمثلت فيه أخلاق الرجولة والبطولة والجهاد والدفاع عن الدين والعرض والوطن فذهب بنفسه ليقاتل ويقف في الصفوف الأولى لينال الشهادة من الله تعالى نصر الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقة عرفت اللواء الدكتور عبدالله الحاضري كان رجلا بكل ما تعنيه الكلمة فقبل أن يكون قاضيا ورجل قانون ورجل غضاء كان قائدا ميدانيا كبيرا شهدت له كل الحروب الستة فقد ناضل بنفسه وماله وجهده وترك كل نعيم هذه الدنيا ورضية لنفسه أن يكون في الصفوف الأمامية مدافعا عن أرضه ووطنه وعن الجمهورية والثورة رحم الله الشهيد فقد كان مثالا يحتذا به في التضحية وفي الوفاء نقش محافظ محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم مع مدير عام الصحة دكتور جمال ناصر رمذيب ومدير عام مديرية رصد ياسر العمودي نقش معهم وأمين عام محلي المحفد محمد سالم الفولين نقش الأوضاع الصحية في المديريتين والسبل الكفيلة بتحسينها وخصوصا المتعلقة بوباء كورونا أكد المحافظ في اللقاء على أهمية تكاتف الجهود المحلية في المديريتين ومركز المحافظة من أجل تجاوز مخاطر الوباء موجها مكتب الصحة والسكان بتقديم الامدادات الطبية والعلاجية للمديريتين وتكثيف جهود التوعية والوقاية في أوساط المجتمع من جانبهما قدم العمودي والفولين شرحا مفصلا عن الأوضاع الصحية في المديريتين وأكد مدير عامة صحة أنه ستصل عدد من المساعدات الطبية والعلاجية ضد كورونا خلال اليومين القادمين داعيا أبناء أبيان إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أرست لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضر موتو الصحراء في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري العروض المقدمة لمشروعي أبراج الكهرباء للخطناق 132 كيلو فولت في مرحلة الأولى الممتد من خرير إلى منطقة قريو ومحطات التحويل البالغ تكلفتهما الإجمالية 36 مليون وخمسمائة وسبعة وعشرين ألف دولار بتمويل من حصة مبيعات النفط كما قررت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام سعيدي اعتماد تنفيذ 14 مشروعا تربويا وبناء سبعة مشاريع لمباني إدارات التربية في عدد من المدريات مقرات لثلاثة أندية رياضية هي شباب القطن والتحاد سيئون والبرق بتريم إضافة إلى اعتماد تمويل مشروعي محطتي توليد بطاقة الشمسية في مدريتي ثمود ورماه الصحرويتين وحفر بئر مياه في منطقة عندل بمدرية حريضة إلى أن تستكمل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع من قبل المختصين في اللجنة وأوضح الوكيل الكثير أن اعتماد تلك المشاريع يتم بحسب الآلية المتبعة من قبل لجنة المناقصات وذلك بناء على ما يتم التوافق بشأنه بين السلطات المحلية بالمدريات ومكاتب الوزارات الذي يتم بموجبه تحديد احتياجات المناطق بحسب الأولوية رأس القاضي فهيم الحضرمي رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية عبد الرحمن المحضار رئيس مؤسسة الهجرة الخيرية اجتماعا تنسيقيا ضم مدراء المشاريع والمالية في تجديد والهجرة وجرى خلال الاجتماع تقييم الأعمال السابقة وكيفية تنفيذ الأعمال المقبلة وقد قرى الاجتماع عداد خطة مشتركة لتنفيذ المشاريع الرمضانية لهذا العام وخلال الاجتماع كدل قاضي فهيم رئيس منظمة تجديد على الضرورة أن يتم استهداف الأسر الفقيرة والأشد فقرا دعا القاضي فهيم لضرورة الاستفادة من كل الدعم المقدم من المانحين وتسخيره بما يعود بالنفع على الشرائح الفقيرة بدوره أشد عبد الرحمن المحضار رئيس مؤسسة الهجرة بالمشاريع التي نفذتها المؤسسة بالشراكة مع منظمة تجديد وعبر عن تطلعه إلى الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة أبيان بدأ صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة تنفيذ مشروع تاهير وصيانة عدد من الطرقات المتهالكة في منطقة الحصن باتيس بمدرية خنفر ذلك بتوجيهات محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين السالم رئيس المجلس المحلي لمحافظة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي في إطار توجيهات محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم دشان مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة منصور وادي العمل بمشروع صيانة عدد من الطرق المتهالكة في منطقة الحصن باتيس بمديرية خنفر المشروع الذي بدأ العمل فيه يعتبر مساهمة تنموية لصندوق نظافة تحسين محافظة أبيان برعاية وإشراف السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الحزام الأمن في أبيان يهدف القائمون عليه إلى الحد من خطر الحوادث المرورية المتكررة بسبب الحفريات والانزلاقات الطينية في هذا الطريق الذي يجري العمل فيه مساهمة صندوق النظافة وتحسين المدينة في تنفيذ مشاريع مماثلة في طريق جعار زنجبار وإزاحة الرمال المتحركة في الطريق الدولي الممتد من محافظة عدن أبيان هي أولوية لجهود المحافظة في تنفيذ مشاريع خدمية تستهدف تأمين حياة المواطنين من خطر الحوادث المرورية اليوم يتم تسكين العمل في صيانة طريق باتيسر حصن وطريق المرورية الآن يحدود يحدود 700 متر يعني في حدود يمكن أن نشل حلالي 30 حدود يمكن 30 طن يكون يحدود الزفل في اليوم ما أحبه في حدود 30 طن قام هذا المشروع بتلقيه من السلطة المحلية في حدود محافظة حسين سالم ودعم من الحزاب الأمني ودارت بصندوق النظام في حدود كما تشاهدوا الآن هذه المعاني التي عانوها في أهالي منطقة باتيس الآن إن شاء الله في خلال يومين أو ثلاثة أيام يتشال الوضع من حطريات إلى إن شاء الله إلى سفرته في الواقع ارتياحاً واسعاً لجهود السلطة المحلية بمحافظة يابين ومثلة باللواء الركن أبو بكر حسين سالم عكستها آراء المواطنين وسائق المركبات الذين عبروا عن سعادتهم بهذا المشروع الطارئ الذي يشهده الطريق العام البالغ طوله أكثر من 5 كيلومترات تبذل فيها الفرق العاملة جهود كبيرة لإنجاز المشروع الله تعالى من هذه الخطوط خباط أضغط بوابير ونشكر للقهات التي ساعدت بهذا الشغل والمحافظ عبداللطيف وصندوق النظافة بتكليف صندوق النظافة على أصلاح الخط العام من أجل يعني أنهاء المعاناة يعني نحن نتعب حتى لو أي شخص معه مريض يتعب إيصاله إلى المستشفى بسبب الحبر والمقاطع في الخط العام أشكر الجميع نيابة عن بناء منطقة باتيس على كل هذه القهود التي بدلوها وهذا الشيء يرضي الجميع المواطنين شيء يشرف المحافظة أكملها وهذا كان مجوم كلنا كنا نطالب هذا الشيء أفضل مهم من أفضل هذا أفضل من كل شيء تنفيذ عدد من مشاريع إعادة الصيانة والتأهيل بعض الطرق المتهالكة في محافظة يابين يأتي ضمن برنامج المشاريع الطارئة التي تمولها السلطة المحلية بعد تعثر المشاريع الحكومية وطريق جعار الحصن يمثل شريانا رئيسيا يربط منطقة باتيس ومناطق يرامس بمديرية يافع سرار رسد سباح بمديرية دلتاب ينزن جوارو خنفر ويعتبر أيضا مرا رئيسيا لتلك المديريات والمناطق نحو محافظة عدن والمحافظات الشرقية والجنوبية الاهتمام بالأبطال الميامين في مواقع الشرف والبطولة يرفع الهمة العالية ويشعل جذوة الانتصار حيث كرم المجلس الأعلى لمقاومة صنع عددا من الجرح الأبطال الذين جادوا بأجزاء من أجسادهم في سبيل الوطن ودفاعا عن الجمهورية مزيد من التفاصيل في تقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي كرم المجلس الأعلى لمقاومة صنع عددا من الجرح الأبطال الذين جادوا بأجزاء من أجسادهم في سبيل الوطن ودفاعا عن الجمهورية أكد الجميع على السير قدما على خطأ أحرار اليمن الأبطال في بدل كل غال ونفيس لتحرير تراب الوطن من أذنب إيران لكث كانت قليلة أرحب سباقة في الاستجابة لنداء الواجب والوطن وقدمت كوكبة من الشهداء والجرحاء ما لم تقدمه غيرها ولم يكن موقف أرحب بدعا عن نهجها المقاومة المشاريع البغي والعبوان على بدل أزمان لقد تصطت أرحب للمليشيات الإمامية قبل أن يكون الإنقلاب المشؤوم وشارك أبطالها في الدفاع عن الجمهورية في الكثير من المعارك خارج مدينيتهم وبعد أن تم الإنقلاب المشؤوم وحين استحارت المقاومة هناك بعد سيطرة المليشيات على الدولة بمقدراتها حينها تكاطر الأبطال من أبناء أرحب إلى مأرب باحثين عن موطئ ينطلقون منه في معرفتهم المقدسة ضد الإمامة وأذنى بها والتي تمثل اليدقر الأبطولة للمشروع الفارسي في المنطقة العربية أبطالنا المقاوية أبطال الحق لن نوفيهم حقهم هم سباقين في كل شيء سباقين في التضفية سباقين في الفيداة صامتين في المغنم وفي الفائدة تضحيتهم دون مقارب أنينهم صمت يصمتون في الأنين ويلبون الوراء يقدمون التضحيات والتضحيات لكنهم يتفرقون أو ينسحبون عند المآمن هم في المغنم الحاضرين وفي المغنم الحاضرين ملاحم بطولية يسطر صفحاتها في سفر النضاء الوطنية الأبطال ميامين في مواقع العزة والكرامة وكل عام وأنتم بصير ونشكر لكم حضوركم الكريم بيننا ونعبر لكم عن ارتياحنا وارتجازنا بهذا الحفر وفي حضوركم الفاعل الذي ينبر عن وفاتكم الجمع وشعوركم النبيل وتكديركم الكبير لنضال وتضحيات المعاكم والجرخات الاهتمام بالأبطال وتكريمها يرفع الهمة العالية ويشعل جذوة الانتصار لقناة عدن الفضائية محمد الجداسي محافظة مارب نفذت مؤسسة رحمة حول العالم مشروع كفالة 49 يتيما ويتيما في محافظة مارب ضمن المشاريع الرمضانية الخيرية والإنسانية مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد الجداسي ضمن الاهتمام بشريحة الأيتام وإدخال فرح وسرور عليهم في هذه الأيام المباركة نفذت مؤسسة رحمة حول العالم مشروع توزيع مستحقات كفالة 49 يتيما ويتيما ضمن المشاريع الرمضانية للمؤسسة لفتانسانية وخيرية كان لها الأثر الكبير في سد احتياجات أسر الأيتام وتلبية منطلبات هذه الشريحة من أبناء المجتمع 49 يتيما ويتيما ارتسمت على وجوههم الفرحة والبهجة شعور إنسانية ترجمة معانيها الأياد البيضاء والقلوب الرحيمة التي أسمت في هذا الفعل الإنساني والخيرية إدخال فرح وسرور على وجوه الأيتام في هذه الأيام المباركة ومع اغتراب عيد الفتر السعيدة من أهم وأجل الأعمال الخيرية والإنسانية لقناة عدن الفضائية محمد القناسي محافظة مارب بالتنسيق مع قطاع المرأة والطفل في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وتحت شعار فرحة طفل أقيم يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان بتاعز تفاصيل في تقرير الذي عدته زميلة نعائم خالد نظمت فعالية ترفيهة لأطفال مرضى السرطان بتاعز تحت شعار فرحة طفل بدام ماينيم إسلام برئاسة عبدالله شانتورك والتنسيق مع قطاع المرأة والطفل بالمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان مركز الأمل للأورام السرطانية بتاعز أستهدفنا 25 طفل من مرضى السرطان لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم كان الهدف من هذه الفعالية أن يعيش مرضى السرطان القوى الفرائحي البهقة والسرور من أجل إدخال الفرحة إلى قلوبهم كان طبعاً عددهم 25 طفلان بدعم من منظمة ماينيم إسلام فنشكر كل القائمين والداعمين لهذه الفعالية ونقول لهم بإسم مريض السرطان شكراً لكم وقزاكم الله خيراً بسبب ما تعانيه المحافظة من تفشي وباء الكورونا بتاعز وعدم ترفيه أطفال السرطان والذي يعتبر الترفيه جزء لا يتجزأ من العلاج النفسي من أمراض السرطان وقيمت هذه الفعالية كجزء من العلاج مع احترازات من كوفيد فيروس 19 قامت مؤسسة ماينيم إسلام بعمل يوم ترفيهي لمرضاء السرطان من فئة الأطفال والهدف منها كان إدخال السرور على قلب هذه الفئة حيث أنها أكثر فئة محتاجة من ناحية احتياجها للدعم النفسي في هذه الفترة ومن ناحية تعبها ووقعها وألمها ومن ناحية أخرى تفشي قائحة كورونا التي بثت الضعر في قلوب جميع الناس ناهيك عن قلوب الأطفال والتي يسبب كذلك إغلاق جميع الأماكن الترفيهية في مدينة تعز نظامات المجتمع المدني تعي دورها وخصوصا مع طفل الذي يعاني مرضى السرطان فاليوم يوم ترفيهي مبتوح للأطفال المحرومين من كل شيء حتى الابتسامة نعلم خالد قناة على الفضائية تعز نأتي الآن مشاهدين إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بمشاءة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 رئيس الجمهورية موسيقى قوات الجيش الوطني تكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في جبهتي المشجح والمخدر غرب محافظة مأرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة